مرحبا مرحبا حكينا لكم على قدر الثورة السورية وحكينا لكم على سوريا كما نتخيلها وهلا بنا نحكي لكم عن دستور تصورنا لدستور سوريا الحر طبعا دستور هو أساس أساس الدولة الدولة ما فيها دستور وما فيها نظام دولة فوضى وفساد محسوبيات وسرعونية بدولة فاشلة أساس الدولة هي السلطة القضائية والسياسية التي تعمل بدقة كل ما كان دقة أفضل وكل ما كان أداء مرسوم بشكل صحيح كمؤسسة كل ما كان الدولة راقية وتتقدم وبس يصير فيها فساد أو يصير فيها إهمال أو يصير فيها تبزير أو يصير فيها فوضى بتنهار هذه الدولة اقتصابيا وسياسيا ومن ثم اجتماعيا وأمنيا فالأساس في الدولة هو دستور لأنه هو النظام تصميم المتوبة لأنه دستوره أحسن لأنه تصميمه أحسن فنحن الدستور عادة ما فينا نجيب دستور البريطاني نركبه ولن نجيب نشوف بالدساتير كلها شو الشغلات المفيدة ونشوف نحن خصوصيتنا شو إله ومنطبق نظام يتناسب مع خصوصيتنا ومع الظرفنا ومع إلاءة خرية ويتناسب مع حاجاتنا وطلباتنا فالدستور هو النظام الأساسي الذي تقوم عليه الدولة لسبب ديمستوره قال يجب إعادة الدولة السورية من جديد بدنا نعمل دستور أم جاب الشغلات بولمانات واتهازين وعملاء ومجرمين لك دستور حقيقة أنا من أول ما قامت السورة كنت الثاني بالحبس قلت أني سوريا بحاجة إلى دستور جديد هذا الدستور الجديد كتبته وصري عم نقحه ألا 13 سنة عم نقحه وضفلعه وقدم عليه واخر عليه وناقشه إلى آخر إذا وصلنا للصياغة نحن نعتمدها إن شاء الله بعدما نطلعكم عليها وندققها مع البقية نحن نعتمدها ونعتبرها وثيقة للتاريخ ما بتعرفوا العمر لأمتى لكن هذا العمل اللي تعبنا عليه كثير بعتقد إنه سيكون يعني مطابق لحاله السورية ومفيد لها وهو جامعة يعني ممكن أسس عليه السورية الجديدة بشرط أن يطبق بشرط أن يطبق لا شيء يضمن تطبيق الدستور سوى الإرادة في جعله يعمل دائما نظم ديمقراطية هشة وضعيفة ما هي مؤسسات قمعية إذا ما في إرادة جمعية بأنك تشتغل ما تشتغل فما إلى قوة يعني مثل الدكتاتور بجيب الجيش بجيب المخابرات الأنظمة الديمقراطية قوتها بقناعة الناس السبب عم نناقشكم ونحكي ما كون والحقيقة كتير يا مهم أنه تدققوا معنا في موضوع الدستور وتبنوا خطوطكم السياسية على أسس عرفانين لوين بدنا نروح احنا قلنا أنه مشروع دستور لسورية الحرة طبعا محتويات أي دستور من اسم لثلاثة أقسام القسم الأول بيحدد هوية الدولة ماذا هي الدولة؟ ماذا اسمها؟ ماذا علمها؟ ماذا حدودها؟ ماذا تكوينها؟ ماذا الاخرية؟ هوية الدولة قسم الأول بيحدد هوية الدولة قسم الثاني بيحدد النظام السياسي جمهوري، ملكي، ديمقراطي، برلماني ما بعرف شو مجلس واحد، مجلسين، انتخابات بتصير هيك صلاحيات رئيس الجمهورية هيك صلاحيات مجلسها هيك ليسوا وزراء كيف تتشكل حكومة كذا كل هذا النظام السياسي النظام السياسي بيحكي عنه القسم الثالث اللي هو النظام الحقوقي والقانوني لأنه بأساس الدولة الشوية قيادي السياسي لتطبق سلطة القانون وتأدي دورها بالأمن والخدمات إذن أساس بالدولة هي سيادة القانون والنظام الحقوقي والقانوني هو شيء أساسي بالدستور لا يجب أن يغفل وما بصير نخلطهم مع بعضهم متل ما بالتساتير اللي بنعرفها عادة بيخلطوهم بتلاقي عم يحكوا عن الحقوق بصيروا عم يحكوا عن الهوية بصيروا عم يحكوا عن النظام السياسي يعني كل مادة وضعنا صنفتهم وبوابتهم نظام الحقوقي والقضايا حطينا مفادة عامين الحقوق العامة والإجراءات القضائية وخاتمة بالأخير تحكي عن الدستور نبدأ بالأول بالحلقة الأولى على الهوية الدولة هوية الدولة السورية طبعا المادة الأولى من الدستور بتقول سوريا دولة جمهورية ليست ملكية ولا سلطانية ولا أميرية ولا داعشية ولا شيء دولة جمهورية مدنية ليست عسكرية وليست أهلية يعني كلمة مدنية لا منعرفها كمان بين المدني والأهلي في فرق المدني هو الانتماء الذي أنت تختاره حزبك هوايتك عملك مهنتك شيء أنت بتختاره الأهلي اللي أنت ما بتختار يعني عشيرتك ومكان ولادتك ودينك ولغتك الأم وكذا ما أنت بتختاره هذا شيء اسمه انتماء أهلي الدولة المدنية بتقوم على الانتماء اللي أنت بتختاره يعني على الانتماء العقدي هذا السبب بنقول أنه هي دولة مدنية يعني عقدية ديمقراطية تعتمد نظام ديمقراطي وبرلمانية يعني مش رئاسية عرفتك كيف يعني سلطة رئيس الحكومة أكبر من سلطة رئيس الدولي رئيس دولي سلطة فخرية مثل ما بنا نشوف إذا فرق بين دولة برلمانية عن الرئاسية لا فرنسا دولة رئاسية تركيا صارت دولة رئاسية كانت دولة برلمانية أردوغان رجعها دولة رئاسية نحنا بدنا دولة برلمانية ننقسم السلطات بقدر ما نستطيع حتى نمنع الاستبداد عالمها يتكون من ثلاثة ألوان قلنا لكم عليه العالم الأسود ثم الأبيض ثم الأخضر وفي وسط القسم الأبيض توضع نجمة خماسية حمراء محاطة بها لصفراء طول العالم طبعا القياس الزهبي هو 1.6 من عرضه يعني إذا عرضه واحد يكون طوله 1.6 ويقسم عامودياً لثلاث قطاعات متساوية سلامها الوطني يعني نشيدها هو نشيد في سبيل المجد والأوطان نحيا ونبيد كل نازو همة شماء جبار عنيد معروف عاصمتها مدينة دمشق لغتها الرسمية هي اللغة العربية ليش؟ عدد من لغة الأغلبية تصير هي اللغة الرسمية في عنا 80% من سوريا عرب أصل وعنا 20% قوميات أخرى ومعظمهم بحكي عرب إذا لغتها الرسمية هي لغة الأغلبية حقوق الأقليات وفي حقوق الأغلبية حقوق الأغلبية شغلات كثيرة واحدة منها عاصمة الدولة واحدة منها لغة الدولة واحدة منها هوية الدولة واحدة من التحالفات الخارجية والعسكرية هذه من حقوق الأغلبية ليس لما أحد يحكي فيها إذن اللغة الرسمية هي اللغة العربية ويحق لمن لا يجيدها الحصول على ترجمة ويحق لكل المكونات القومية الأخرى استعمال لغاتها الخاصة الأم استعمالها بين بعضها وحتى استعمالها مع الدولي ويجوز اعتماد الوسائق المكتوبة باللغة الكردية الكرمنجية واللغة الإنجليزية أيضا ويجوز فتح مدارس تعليمية بهذه اللغات وتعليم اللغة العربية والإنجليزية هو إلزامي في المدارس الرسمية أما تعليم اللغة الكردية فهو اختياري يعني ممكن الطالب يقول أنه يتعلم لغة الكردية يصبح منهج أساسي بتعليمه هو اللغة الكردية مثل اللغة الإنجليزية وغيره فإذا هو اختار أنه يعود بمدرسة فيها مناهج تعليم لغة الكردية أو بيعمل له ساعة بعد الدوام أو شيء آخر يصبح حقه هذا لتعلم لغة الأم ويتقنها قراءة وكتابة دولة سوريا المادة الخامسة دولة سوريا جزء تاريخي من بلاد الشام يعني نسبة لشو منين بلاد الشام نسبة لشام بن نوح العبري بيقولوا شام ما بيقولوا سام الساميين نعام النقط فهو شام بن نوح شام بن نوح اللي هو يعني معروف في هذه الأقوام السامية مهد الحضارات القديمة ملتقى القارات السلاس ومهد الديانات السماوية حيث الهوية السامية اللي نحكي عنها ثم العربية والثقافة التوحيدية السماوية ثم الإسلامية هي هوية والثقافة الأغلبية في هذه المنطقة بولد الشام ولكنها يعني سوريا دولة لا تقوم على أساس الهوية القومية أو العقيدة الدينية إذن تكوين الأهلي إلى لا يقوم على التكوين الأهلي تقوم على أساس العقد المدني التوافقي الذي يحترم حقوق جميع المكونات فهي دولة عقدية لا تقوم على الهوية الدينية والقومية إذن صار في عنا إشكال هونية إنه فيه هوية قومية وفيه هوية فيه هوية وفيه دولة الدولة لا تقوم على الهوية لكن الهوية هذه إذن هوني نمثل المجتمع بطريقتين لسبب نحن نعمل مجلسين بقراءة التمثيل واحد بيمثل المجتمع الأهلي بصلاحيات محدودة جدا واحد بيمثل المجتمع المدني اللي فيه الدولة والمؤسسات والإلاخرية بمساواة بين المواطنين بغض النظام إذن هوني في عنا الإشكال حليناها بأيديك الطريقة ستة لم تكن سورية بحدودها المعترف بها في الأمم المتحدة دولة مستقلة متميزة تاريخيا بالتاريخ مش موجودة هي الدولة بهذا الشكل ولا هي يعني استمرار لدولة تاريخية معينة انشئت هذه الدولة بقرار أممي ولا تشكل حدودها الحالية حواجز طبيعية وفواصل بين التنوع القومي والثقافي والديني والاقتصادي والجغرافي المنتشر مع جيرانها يعني تلاحظوا قبائل موجودة مثلا بشرق سوريا نفسها موجودة بالعراق بتلاحظوا مثلا قبائل تركمانية نفسها موجودة بتركيا قبائل كردية نفسها موجودة بتركيا أرايب ولاد عم العائلات في ريف دمشق موجودين نفسهم موجودين بلبنان بين درعة والأردن نفسهم يعني بتحطوا ما فيه الحدود لا تعبر عن فواصل من أي نوع هي مرسوم هيك بالمسطرة ولا جغرافية ولا بشرية ولا قومية إذن لا تشكل حدودها الحالية حواجز طبيعية وفواصل بين التنوع القومي والثقافي والديني والاقتصادي والجغرافي المنتشر مع جيرانها كما لم يكن أي جزء منها دولة مستقلة مستقرة عبر التاريخ ما فينا نقول أنه كانت في دولة العلويين أو حتى دولة لبنان أو حتى دولة فلسطين أو حتى دولة درعة أو دولة سويدا عبر التاريخ كانت دولة واستقرت وعملت فترة وعملت نظام سياسي ما كان فيه موجود ولا شرق الفرات ولا غربها لم تشكل يعني لم يكن أي جزء منها دولة مستقلة مستقرة عبر التاريخ عم يحكي على تاريخ مئات السنين يبرر تقسيمها لفيدراليات ما في أساس الأسما لفيدراليات لأنه ما في حدود ما في دول سابقة فيدرالي هي اتحاد دولتين نظام فيدرالي هو اتحادي اتحاد دولتين يعني الولايات الأمريكية التحديت صارت الفيدرالي لذلك فهي دولة موحدة سياسيا وقانونيا حدودها كدولة تقوم على القانون الدولي والاعتراف المتبذل يعني الاعتراف الأمم المتحدة والعلاقات مع بينها ترسين الحدود بينه وبين لبنان وبينه وبين الأردن وبينه وبين العراق وبينه وبين تركيا هذا الحدود نعترف بها واي تعديل عليها على حدود سوريا سوف يحتاج لموافقة الأغلبية المطلقة في الاستفتاء العام لا نغير بأساس الدولي ولا تقبل أن يقتطع من أراضيها أو يحتل أي جزء ولا أن تنتقل سيادتها على كامل أراضيها أن هذه المنطقة ما يصير عليها سيادة أمني وكذا وما يصير عليها لا تقبل سوريا دولة مستقلة زاد سيادة تسعى إلى أفضل العلاقات مع محيطها وتساهم في التعاون الإقليمي والدولي والإنساني وفي الجامعة العربي والإسلامي والاتفاقي المتوسطي لورو متوسطي وتحترم الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والأمن والسلم العالميين حقوق الإنسان ملزمة الشرعية الدولية ملزمة للدولة السورية وتشارك في المؤسسات والجمعيات الأممية وبرامج التعاون الدولي المختلفة يعني الأمم المتحدة محكمة الجناية الدولية كذا كله وتلتزم بالتوقيع على المواسيق الناظمة لها بما فيها النظام القضائي العالمي اتماني الشعب السوري هو شعب متعدد القوميات متنوع الديانات والطوائف لا تقوم دولته على العرق ولا على الدين ولا يقبل التمييز العرقي أو الديني أو الأهلي وليس فيه أقلية أو أغلبية في مستوى الحقوق والواجبات تقوم وحدته على الاعتراف بالتنوع وليس على إنكاره لذلك يكفر الدستور الاعتراف بكافة القوميات والديانات كهويات موجودة تعيش بحرية نعدد منها القومية العربية والكردية والتركمانية والآشورية والأرمانية والشيشانية إلى آخرين ويعترف بحرية التعبد وحقوق الديانات المختلفة الإسلامية والمسيحية واليهودية وغيرها والحقوق الدينية لكافة الطوائف المختلفة دروز وإسماعيلية وعلوية والآخرين حقوق أي طائفة لحقوق دينية مسبدة ويعترف بالتنوع الثقافي الذي يعتبره مصدر غنى فسوريا لا تقوم على أحادي أو مركزي في الثقافي بل على سيادة القانون الواحد والحقوق المتساوية ضمن إطار الدولة الديمقراطية فالديمقراطية كنظام هي مصدر شرعي تسعة الدولة السورية دولة موحدة زاد حكومة واحدة ونظام أمني وقضائي ودفاعي واقتصادي موحد مع تنوع الثقافات تقر بنظام الإدارة المحلية الذي يقوم على تقسيمات الإدارية الجغرافية بصلاحيات محلية واسعة وعلى حرية العقيدة والرأي يعني فدرالية ثقافية هي موحدة سياسيا واقتصاديا وقانونيا وفدرالية ثقافية الثقافات أنت حر حر أد ما بدك تنوع أد ما بدك لأن هذا يتناسب مع مبدأ الديمقراطية تكفى للدولة لكل مواطنيها والمقيمين فيها احترام هويته يعني قوميته لغته دينه وحريته وحريت الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر وتشييد المعابد وبشكل متساوي للجميع لا تميز بهذه الحقوق بين أغلبية وقلية أغلبية الحق أكثر من الأقلية لا كما تكفى للحقوق المدنية والثقافية والسياسية لكل المكونات القومية والدينية ولكل فرد من أفراد المجتمع على السواء كان أليل أو كثير الحق ما في كثير أليل حق حق إذا عش إلى جانب القومية العربية فإن القومية الكردية قومية أساسية وكذلك القوميات الأخرى خاصة التركمانية والآشورية والسريانية والتي تعيش معا حياة مشتركة على أرض الدولة السورية الواحدة وفق إرادتها الحرة ومن الضروري حل القضية الكردية ضمن الأطر الديمقراطية وميزان العدالي وفقا للمبادئ السابقة وإلغاء كافة القوانين والمراسيم والمشاريع والسياسات التمييزية المطبقة سابقا بحق الكرد ومعالجة أسارها السلبية وإعادة الحقوق وتعويض المتضررين وهذا التعويض ينطبق أيضا على كل المتضررين من نظام الاستبداد والإجرام إذن تصير تعويضات على الضرر فكل اللي ضرروا من نظام الإجرام المفقودين واللي اتدمرت بيتون كما عمدوا يتعويض فهذا يصير نظام تعويض متكامل ليس بس للكرد لأن كل الشعب السوري تضرر من هذا النظام الشعب السوري يرى أن الحل المثالي للقضايا القومية يعني الاختلافات القومية بالمنطقة التي قسمتها الجغرافيا السياسية المصطنعة التي فرضها المستعمير يكمن هذا الحل في سياق العولم والاندماج وفي مسار تعاون واتحاد إقليمي وليس تقسيم يطال الدول القائمة اطنعش الدول السورية تحترم كل الشعوب والقوميات والدول الأخرى احترام متبادل لكنها لا تفضل أن تقيم علاقات صداقة وتعاون ومدرشو إلى كريه إلا مع الدول التي تشاركها المبادئ الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان ولا تضطهد شعوبها ولا تعتدي على شعوب أخرى هذا محدد للسياسة الخارجية يلزم الدول السورية أن لا تقيم علاقة صداقة مع دول الاستبداد ودول الفساد ودول المافيات ودول الفاشيات والدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية والجرائم حرب أو تحتل دول أخرى فالعلاقات لا تكون دافئة وبعتقد أنه حتى فتح سفارات يعني يحتاج إلى رعي هذا الشروط يعني الدولة التي تحتل دولة ثانية منخفض تمثيل الدبلوماسي إلى كنصلية لأنه ما معقول يعني مثل النظام نظام الأسد مثلاً عم يقتل شعبه للسان وفرحينه السفارات فبصير قانون دستور دستور ملزن للحكومة فوراً وأي شعب نظام أي النظام أو دولة بتنتهك حقوق الإنسان بشكل سافر يطرد سفيرة ويقلص وجودها بشكل طبيعي هذا بالقانون وتتخيلوا لو بصير دستور لكل العالم ساعتها شو بصير بالله وواحد بيعمل انقلاب عسكري بيقاطع كل العالم إذن كتير مهم هذا البنت بالدستور ولحنكمل معكم البنود الأخرى نتقل الحلقة القادمة إلى النظام السياسي في الدولة السورية نادي 13 يتبع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر